هنا قيمة الانتعاش الاقتصادي لما ندخل في صناعات تحويلية ولما ندخل في تركيب السيارات الحقيقي ولما ندخل ولما ندخل ولما ندخل هذه غنا ننتظره أنا أسبق لي والتزمت أمام الملأ أن الجزائري والجزائرية اللي حبي يدير نصنع تحويله المواد الأوليين تعنا نساعدوه بقرد يساوي 90% من المشروع هنا في دولة تعطيها لا ننتظروا فيهم يعني نساعدوه بقرد 90% هذا تقريبا ما حدث مع طحكوت ومع علمي ومع بن حمادي ومع حداد ومع القائمة الطويلة تعلو الصوص سواء اللي رأم في السجون الآن أو اللي رأم بره وهو أنهم كانوا يأخذوا الأموال من القروض أو مع ربراء كانوا يأخذوا الأموال من القروض من أموال الشعب الجزائر من البنوك على أساس أنهم يأخذوا 90% العشرة في المئة هذه كوش كانت في الغالب العشرة في المئة اللي كانوا يتقدموا بها في الغالب هي أرض وعطيت لهم بالدينار الرمزي أو بـ 2000 فراك للميترة أو 3000 فراك للميترة 20 دينار أو 30 دينار للميترة واحد منهم يأخذ 50 ألف متر مربع يخلص عليها 300 مليون أو 400 مليون بينما المواطن البسيط ربما يشري 200 متر مربع يخلص عليها 400 مليون واحد يأخذ عشرات الألاف من الأمطار يخلص مثل هذا اللي يدي 200 متر أو 150 متر لكن ما هو هذا فقط يأخذوا إلى البنوك على أساس شراها بـ 400 مليون لكن قيمتها الحقيقية هي 40 مليار أو 50 مليار أو 60 مليار يتقدم للبنك على أساس أنه عنده 50 مليار وبما أن القانون يسمح له باش يدي 90% يطلب 450 مليار يعني كثير من الحالات كانوا يشرو أرض بـ 400 مليون هذا اللي يدفع كان مرات ما يدفعوش كان مرات كان يدفعو دينار رمزي دينار بيعتم عن الكلمان يدفعو لهذا الشيء باطل يعني لكن دعونا نفترضوه هذو كل اللي يخذاو مئات الملايير مئات الملايير من السنتيمات ومرات آلاف الملايير بدون أنه مبالغة يعني كانت تتم العملية كالتالي يجي يأخذ أرض صناعية على أساس أنها أرض صناعية أو زراعية أو يحسبوها لفراك الميترا أو الفينفراك 10 دينار أو 20 دينار يأخذ 20 ألف ويدفع 400 مليون أو 500 مليون أو مبلغ يعني متواضع لكن القيمة الحقيقية للأرض في السوق هي 50-60 مليار نفترضوه أنا 50 مليار يروح للبنك يقولوه أنا عندي 50 مليار أعطيني 450 مليار فالحقيقة كانت عنده 400 مليون سنتيم واخذ 500 مليار في الغالب هذا 500 مليار كمثال تحول إلى عملة صعبة بالدينار رسمي يشروها هما بالدينار رسمي مش بالبورسعيد في الغالب يعني عن طريق أيضا لأنها الألعاب تع شركات تع استيراد وتصدير هو رح يستورد يحط الدينار ويعطوه لأورو أو دولار فتحول تلك الأموال 90% يبقى بها بر أو 80% أو حسب كل الأوضاع حسب الظروف والباقية تدخل وتدخل سلع في الغالب سلع مش دات جودة درجة ثانية أحيانا كانوا يدخلوا الحجر وما زال يدخلوا الحجر يدخلوا أي شيء في الكونتونال ويحطوا لسيرفاك تراسو اللي كان يتكلم عليها لكن من هو المسؤول عن هذا الشعب الجزائري الحراك الناس المواطنين العاديين البسطاء أم أن عصابات الحكم والآن حابين يكرروا نفس التجربة ويقول لك صناعة تحويلية ونعطيهم 90% نفس الأمر كل ما هناك هو خلق طبقة جديدة أو توسيع الطبقة اللي رحي موجودة معاهم بشزيد تنهب بدل الطبقة التي سقطت أو المجموعة التي سقطت كل ما يتم هو هذا يعني أنه يتم تهريب الأموال شعب الجزائري بطرق فيها كثير من الخبث والمكر وهو يعلن هو الآن ويقول لك نعطهم حتى 90% تمدوا لنفسكم حتى 90% ولي أصدقائكم ولي أصحابكم ولي ما عارفكم أما الناس البسطاء فرمحصلين كي اللي رح ما يوصلوا لأجر شهري تاعوا ما يوصلوش كي اللي رح معاق وهذيك اللي قلتونه ما رح يوصلت مليون رح يمش توصلوا وكي اللي رح يستنى في الأجر نتاعوا منذ ست شهر 8 شهر في بعض الشركات أو في بعض الإدارات لاتن كي اللي رح يغرف موش بعشرات المليارات حتى بمئات المليارات ورح مازال يغرفه خاصة مع محاولة صناعة أيضا وجوه سياسية جديدة بما يسمى من المجتمع المدني